العالم سيتغير خلال أيام قليلة لن تعود المنازل مأوى لهذه المجموعات من البشر هذه الأرواح لن تبقى في الأرض الرابع والخامس من أغسطس سيتطلب أعلى درجات الحذر فكيف يحمي سكان هذه الدول أنفسهم ومن يضمن لهم البقاء؟ نوستراداموس الجديد أو المنجم الهندي كوشا الكومار خرج لأول مرة يحدد سيناريو مواجهة عالمية ثالثة هي معادلة يوم القيامة إنه المنجم الهندي الأكثر جرأة في عالم التوقعات لم يكتفي الرجل بمجرد تنبؤات تحتمل الصدق أو عظم اليقين بل إنه بدأ تحديد جدول زمني دقيق لوقوع أحداث يصعب على الناس استيعابها إنه المنجم الهندي كوشا الكومار الذي لقبه الشغفون بعالم التوقعات باسم نوستراداموس الجديد بعد أن وضع جدولا زمنيا بدأت أحداثه هذه الأيام في الظهور كوشا الكومار بدأ يرسم سيناريو أثار فزع متابعي بعد أن حدد المواعيد والمواقع التي تتأثر بتلك الأحداث الأصعب في تاريخ البشرية حتى المعارضين لهذا الرجل بدأوا يراجعون أنفسهم بعد أن دخلت بعض تلك التوقعات حيز التنفيذ لن يبقى سوى أيام قليلة وفق توقعات كومار على اندلاع المواجهة العالمية الثالثة حاول المتابعون الوصول إلى سر صدق تلك التوقعات بعد أن حدد يومي الرابع والخامس من شهر أغسطس الجاري موعدين لبداية أحداث أصعب مما يتوقع البشر بانطلاق تلك المواجهة وسائل إعلام هندية وعالمية بدأت تتناول تلك التوقعات وتربطها بالأحداث التي يتم التمهيد لها في منطقة الشرق الأوسط حيث بدأت بعض المناوشات وعمليات الاستهداف لشخصيات بعينها فيما بدأت القوى العالمية الكبرى الدخول على المواجهات من خلال تقديم الدعم إلى الوكلاء وخروج تصريحات من كبار السياسيين في عدد من الدول من التلميح إلى التصريح المباشر كوشار تجاوز الأسماء المعروفة بعالم التوقعات وجدد تأكيد على أنه لديه علم يقيني بأن مواجهة عالمية ثالثة ستحدث في هذين اليومين المحددين بمقتبل الشعر الجاري وزاد من تلك المخاوف لدى المتابعين والسكان في الدول العالم التي تشهد بور توتر أن كمار يبقى له أن أكد أنه خلال يومي السابع والعشرين والثلاثين من يونيو قد تم دعم توقعاته بتقارير مؤكدة من واقع الأحداث على أرض المواجهات المواجهة العالمية الثالثة بحسب المنجم الهندي سيكون لمنطقة الشرق الأوسط منها نصيب الأسد حيث ستكون تلك المنطقة من العالم ركيزة انطلاق تلك المواجهة العزاء الوحيد للخائفين من تلك التوقعات كانت توقعات كمار التي خالفت الواقع خلال شهر يونيو الماضي حيث خرج يتوقع انطلاع مواجهة عالمية كبرى في ذلك الموقع بينما مر على العالم بسلام توقعات كمار التي تحتمل الصدق مرة وعدم اليقين لمرات كان هو أول من جعلها عرضة للاختبار أمام الأحداث التي يشهدها العالم حينما تحدث عما أسماه علامات عالمية محتملة في المستقبل ربما كانت صياغة الرجل بعيدة عن عالم العرافة والتنجيم وربما اقترب أسلوبه من التحليل السياسي وبعارضون لكمار رأوا أن ما أسماه توقعات أو تنبؤات هي أحداث معروفة من الواقع بحكم النزاعات والخلافات الدائرة في مختلف بؤر التوتر حول العالم وخصوصا في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأسيا